أهلا بيجو مشاهدينا في أول فقراتنا في نهارك سعيد الجمعة 6 إبريل 2012 يوم جمعة مشمس جداً اللي عايز ينزل يخرج ممكن يخرج لكن طبعاً الأخبار فينا سنزلة مظاهرات وفي حاجات كتير جداً هنتكلم معاها في أول فقراتنا الصحافة منشطة الأخبار هيكون مع مشرفنا أستاذ عماد الصبر نائب رئيس تحيير جلدة الكرامة صباح الخير صباح الفل خلينا ناخد عنوين الأخبار بالترتيب من الشروق الصفحة الأولى الشاطر يتقدم للرئاسة من الباب الخلفي والأهرام الصفحة الأولى الخارجية والدة أبو اسماعيل أمريكية والأخبار الصفحة الثالثة تصاعد أزمة الجمعيات التأسيسية نقابة الصحفيين تنسحب والقوى السياسية تنشئ جبهة من أجل دستور ديمقراطي والأهرام الصفحة الأولى نرجع لها مظاهرات بالقاهرة والأسكندرية اليوم ضد تأسيسية الدستور ومن المصر اليوم الصفحة السادسة لائحة التأسيسية التصويت على مواد الدستور بالأغلبية المطلقة الجلسات سرية ومنع الدخول إلا بتصريح والشروق الصفحة الثالثة ألترس يرفضون وسطة الأهلي لفضل اعتصام والمصر اليوم الصفحة الأولى الإسماعيلية تنطفض لدى قرار قضية حداث بورسعيد في قصر الثقافة وآخر خبر من الأهرام الصفحة الأولى مصر تنفي انطلاق صاروخ إيلات من سيناء وطبعاً آخر خبر تحته خطوط كتير جداً طيب قبل ما نبتدي نتكلم عن العنوين خلينا نشوف الناس إيه أكتر خبر لفت انتباهها الأسبوع اللي فات عملنا تقارير الفرية بتاعنا نزل عمل تقارير يشوف رأي الناس نشوف التقارير ونرجع نبتدي الفرية أكتر خبر بلافعة نظري خيار دي الشاطر أنه أرشح نفسه أن الأهل والبن الأسيوبية تلاعب من دقود جمهور أي إن كان الدورة هيتلاعب أو في مباراة تلاعب بعدين والسنة الجاية والسنة اللي بعدها لازم يكون الجمهور يحضر أن الأمن وافع لمطش الأهل يوم الحد الجاي مع البن الأسيوب فدي حاجة تقدم الأمن أنه يوافع لمطش يقوم لومين دول فعز الألع اللي إحنا فيه مفاجئة ترشح خيارة الشاطر على حزب الحرية والعدالة الزراعة السياسة الجامعة الإخوان المسلمين ده خبر فيه خبر تاني بالنسبة لأن اكتشفنا اليورك تايمز بتؤكد أن والدة شيخ حزم صلاحة بإسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والدته عندها جنسية أمريكية هو خبر بتاع 6 أبريل الاحتفال السنوية بتاعهم اللي هو إن شاء الله غدا ترشح أحد قيادات الإخوان خيرة الشاطر في سباك انتخابات الرئاسة أكتر خبر لفات نظري أن الأخوان راشحوا للشاطر لرئاسة الجمهورية دكتور مجد يعقوب خد لقب يعني حاجة كبيرة يعني لقب فارس أو حقيقة ما أنا مش عارف بالزبط بس الفكرة أنه هو الراجل زي ده موجود بره وبياخد جوائز وبياخد حاجات أوسمة رفيعة جدا ومش متواجد في مصر خالص ولا عايزينه يقول أي حاجة في مجال الدستور ولا اللجنة التأسيسية يعني بغض النظر عن الناس اللي موجودة في مصر مع احترامي ليهم اللي هو طب طب احنا برضو عندنا ناس كويسة قوي بره الترشيح الفنان سعده الصغير للرياسة الجمهورية دي كانت أهم الأخبار اللفتت نظر الناس ويمكن الناس اتكلمت عن الأهلي واتكلمت عن المطشو الحمد لله الأمن وافق بس بدون جمهور لكن يمكن خبر دكتور مجد يعقوب أعتقد أنه ده مهم جدا أنه فعلا دكتور مجد يعقوب اتكرم بره مصر ويمكن ما لقاش الاهتمام قوي وفي نفس الوقت فين الشخصيات ريزي دكتور مجد يعقوب من جماعيات تأسيسية في 850 ألف عالم مصري في كل دول العالم تقريبا الوضع الحالي كرههم في العودة المصري الشروط صفحة الأولى الشاطر يتقدم للرئاسة من الباب الخلف العنوان يعني أنه دخل من باب اللجنة العليا للانتخابات الخلفي لكنه عنوانز معنا السيد المعنز خيرة الشاطر دخل إلى الانتخابات عبر صفقة سرية تغضط عن أنه لم يحصل حتى الآن على رد الاعتبار تبقى للقانون وبالتالي فلاحق له الترشوة ثم هناك سؤال أتوجه به إلى جماعة الإخوان ما أحس كلمة المسلمين لأننا مسلمين ربما أكثر منه هؤلاء الناس كانوا يعيبون على النظام السابق أنه زاوجة السلطة بالمال فكيف الآن بهم يرشحون رجل أعمال يساهم في 160 شركة ويملك شركتين إحدى هما لها تاريخ طويل إن ذكرناه وكان حقيقياً لابد من دخول إلى السجن مرة أخرى خلينا ده طبقاً لكلام حضرتك لكن خلينا في الجزء الأولاني أنه من غير رد الاعتبار لا يجوز للشاطر الترشح لرئاسة الكومهورية ونحط تحتها عشر خطوط فيه كمان خط أنا عايز أحطه إضافي فضل أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور وجميع الأحزاب التي قامت على خلفية دينية غير دستورية تبقى للمدى أربعة من الدستور التي تحذر قيام الأحزاب على خلفية دينية إحنا منتظرين كمان حكم المحكمة الدستورية يوم الثلاثة الجاي ذا بالنسبة للمجلس بالنسبة للأحزاب لا التأسيسية دي حدود بالنسبة للتأسيسية يوم الثلاثة اللي جاي يوم عشرة ولسه بعد كده بقى هنشوف فيه يعني الطعن بعدها بدستورية قانون الانتخابات بالنسبة لمجلس الشعب ده بعدي بشواء الأهرام الصفحة الأولى الخارجية والدة أبو اسماعيل أمريكية جدل ولاغط ونفي وكذب للأسف جاء من ناس يدعون أنهم مسلمون وأنهم دعاء المؤمن طبقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب فإذا كذب خرج في الإطار الإيمان والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام فبالتالي إذا خرج ابن العليا ذهبت معها السفل السيد حازمة أبو اسماعيل الذي قفز على الثورة بالبراشوت ومعه أقرانهم من أصحاب اللحة الذين كانوا يكفرون التظاهر ويحرمون الخروج على الحاكم عاد فجأة بعد أن نجح الثوار في الإطاحة برأس النظام بدمائهم والعهات المستديم التي يعيشون بها الآن من المصابين حاول أن يترشع نعم من حقي أن يترشع لكن ما أن خلف مادة من شروط الترشع يجب أن يصمت فلا يمكن أن لا أعلم جنسات أمي لمدة عشرين سنة إلا إذا كنت أنا في ملجأ أطفال أو أيتان وهي بيد عني ويمكن وأنا جاء النهاردة لقيت حاجة حاببة أذكرها أويوانا ماشي لقيت عربية حطت وراء حطت وراء وراء كاتب عليها إلى كل مرشح الرئاسة إذا لم تستحوا ففعلهم رشيتهم لا تعالية لكل المرشحين للكزمين فقط لا لكل المرشحين إنه ما ينفعش إنه حد عايز يبقى رئيس جمهورية يخلف القوانين حد يبقى عايز يبقى رئيس جمهورية يكذب يعني بشكل عام فإنه خصية رئيس الجمهورية هذا القول يخصد به من كذب ومن دلس ومن خالف القانون وأغمض العسكر أعينهم عليه لو في جهز لابد أن نسأل لماذا الآن ظهرت جنسية أم أبو اسمعي السيدة عرض أن تتنزل عن جنسياتها في 2005 ونحن في 2012 إذن آل الحكم يعلمون أنها أمريكي وأنه لا ينطبق عليه شروط الترشح لماذا صمتوا؟ لكي يفجروا القنبلة الآن لأنهم لا يريدون لهذه الانتخابات أن تتنزل أسئلة كثيرة وهلمي ومجيب الأربار الصفحة الثالثة تصاعد أزمة الجماعيات تأسيسية نقابة الصحفين تنسحب والقوة السياسية تنشئ جبهة من أجل دستور ديمقراطي هذه ليست أزمة سياسية ولكنها أزمة تكويش إذا أحب أن نطلق عن هذه الجمعية الجمعية التكويشية الإخوان والسلافيون صرقوا الصورة ثم صرقوا البرلمان بنعم بداية من دستور الساعتاشة مارس نعم إلى الجنة ولا إلى النار فخدعوا الغلابة والغلابة ملوا وضجوا من القهر والفقر طوال ثلاثين سنة فأرادوا أن ينتقبوا من يعرف ربنا الفقراء قالوا نريد أن نختار ناس يعرفوا ربنا زهئنا من الحرمية فانكشفت الخدعة فاتضح أنهم شطار شطار بالمعنى الكلمة في قموس اللغة العربية قطع طرق كلهم قطع طرق قطعوا الطريق على الثوار وادعوا أنهم كانوا في الميدان بعد أن هربوا في صفقة مع عمر سليمان وتركونا للبلطجية في النار بل بالغ لبعضهم وقالوا أنهم سبب نجاح الصورة هذا خطأ الذين أنقذوا الصوار في موقعة الجمل هم الشباب الأولتراس الذين يعاقبهم الأمن والعسكر اليوم لأنهم السبب في فشل مخطط موقعة الجمل الأهرام الصفحة الأولى مظاهرات بالقاهرة والأسكندرية اليوم مدد تأسيسية الدستور نفس الخبر متعلق بالخبر اللي قبله المواطنين المصريون الذين نزعوا قناع الخوف ويريدون الآن الحصول على حقوقهم بعد أن كشفوا حقيقة السطار المقنعون باللحى والعماء والمصر اليوم لقاحة التأسيسية تصويت على مواد الدستور بالأغلبية المطلقة الجلسات السرية ومنع الدخول إلا بتصريح ويكنوا حطوا بس تحت الأغلبية المطلقة دي يعني 50% زائد واحد كانوا يعيبون على الحزب الوطني أنه دائما ما يريد أن يحصل الأغلبية لكي يسيطر على كل شيء وهو الآن يعيدون نفس التجربة فيصبحون الحزب الوطني فرع المعاملات غير الإسلامية طيب هو السؤال بس هو إيه لازم تبقى الجمعية ترامل اللي هم هيقولوا عليه بالأغلبية المطلقة لا سيد الفضل الدستور قادم من كبر الأوبة ومعهم يحتفظون به إلى آخر وقت يعني حتى مش بالتوافق الإخوان والسلافيون يخطعون أنا كلهم مهددون هنحلل لكم المجلس حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس شعبي موجود ثم إيه الأحكام اللي هتترفع ببطلان أحزاب الأحزاب الإسلامية طبقاً للمادة ربعة التي تحرم كامل أحزاب على خلفية دينية هذه كلها مصرحية تدار من كبر القب نتمنى أنه بلدنا تبقى سالمة قبل بس ما ننهي الفقرة يعني هنعدي فقارين خبرين الشروق ألتراس يرفضون نصات الأهل فضل العتسام والمصري اليوم إسماعيلية عن طفض ضد قرار قضية أحداث بورسايد في قصر الثقافة لكن عايز بس أقف عند الخبر الأخير قبل ما نخلص الفقرة لأهرام الصفحة الأولى مصر تم في انطلاق صاروخ إيراد من سيناء ده مهم الصحف الإسرائيلية سيدي تمارس ألعيب المشاغبة معنا لجلس النظر سيناء منطقة خطر سيناء يطلق عليها منها صواريخ ضد إسرائيلية وبالتالي تثار أزمة دولية هم يخططون لهم من الآن لكن أنا أعجبني النافي التام من محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء خاصة أنواع الصاروخ دي لازت موجودة في مصر صاروخ جرد قد كده بيشيروا حد على كتفه وممكن يهدفهم من البحر إلى أستاذ من سيناء ربنا يستر على مصر يا رب أستاذ عمد الصبر نائب رئيس تحرير جاية الكرامة نورة نفن ربنا يخليك شكرا مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا فقرتنا مستمرة في نهارك سعيد لكن بعد الفاصل تابعوني شكرا